لقي أربعة عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانية مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهة مع الجيش الوطني بجبهة عصيفر شمال مدينة تعز وأكد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباصط البحر مصرع قائد جبهة عصيفر ومدير السجن المركزي للميليشيات وقائد سرية وكتيبة هندسة الميليشيات واثنين من العناصر وإصابة ثلاثة آخرون في مواجهات مع الجيش في جبهة عصيفر مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني أفشلت عملية تسلل قامت بها عناصر من الميليشيات الحوثية والإرهابية إلى مواقع الجيش وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات قبل أن يلوذ بقية العناصر بالفرار اشتركوا في القناة